موسيقى شاهدين الكرام أهلا بكم في صد أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل موسيقى أهلا بكم البداية من صحيفة صوت العراق ونقرأ منها مقالا بعنوان الفساد في العراق أزمة مستمرة للكاتب دام إبراهيم يقول فيه أثبت النظام السياسي في العراق فشله منذ تأسيسه في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003 حيث لا يزال هذا البلد الغني بموارده الطبيعية الكبيرة يتصارع مع الفساد المتفش الذي تغلغل في أنظمته السياسية والاقتصادية ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية إذ احتل العراق حاليا المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فسادا في العالم أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخار خلال إحاطتها الأخيرة الخاصة بالعراق أمام مجرس الأمن الدولي أن الفساد لا يزال مستمرا في العراق مشيرة في الوقت نفسه إلى أن معالجته ليست على المستوى المطلوب وأشار الكاتب إلى قول السفيرة الألمانية لدى العراق لأن هناك مستثمرين ألمان طلب منهم دفع نوع من الرشا والأتاوات مقابل حصولهم على أقود لكنهم لم يدفعوا فالأمر غير قانوني في بلادنا المسؤولون العراقيون لا ينكرون وجود الفساد المستشري في أجهزة الدولة ويعلم الجميع أن الموضوع الوحيد الذي اتفقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحكومة هو التقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة وتحويلها إلى مصادر ريعية لها ويعد الفساد المتجدر هذا عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد مما يقوض وثقة الشعب ويشل كل الجهود لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واستغلت النخب السياسية الجديدة التي نشأت من مختلف التكتلات والميليشيات غياب الرقابة الفاعلة لترسخ نفسها في السلطة على مدى سنوات حكمها نطالع في صحيفة العالم الجديد مقالا بعنوان نفايات وملوحة المياه تقتلان فينيسيا الشرق جاء فيه لم تعود البصرة فينيسيا الشرق كما كانت في السابق مدينة تعج بالجمال فقد أصبحت منهكة بالنفايات والملوثات البيئية كما أن ارتفاع ملوحة مياه شط العرب جعل من المياه الصالحة للشرب صلعة نادرة للحصول عليها ومع تصاعد نسبة الملوحة في شط العرب إلى 65% متجاوزة المواصفات المسموح بها لمياه الاستخدام أو مياه الشرب صلتت منظمة العمل ضد الجوع الإنساني الضوء على الوضع المائي الذي آلت إليه حال مدينة البصرة وربو الأسماكي بناحية السيبة جنوبي البصرة سجلوا خلال العامين الماضيين من فوق كميات كبيرة من الأسماك في أكثر من 25 بحيرة بسبب ارتفاع اللسان الملحي فيما كشف مختصون أن قراءة نسبة الملوحة في الأنهم المغضية للأحوار تجاوزت 18 ألف تي دي أس وهي نسبة مميتة ومن المستحيل أن تتم الزراعة فيها إذ وصفت المنظمة التي تتخذ من فرنسا مقر لها البصرة بأنها مدينة البندقية الشرق أوسطية لكنها خسرت بريقها ولم يعد هناك سوى القليل من الأدلة على مجدها السابق فيما تتراكم النفايات في قنوات المياه تقرير منظمة العمل ضد الجوع لفت إلى تدهور الوضع المائي في البصرة بسبب مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية ما ألحق الضرر بنظامها البيئة الثري وجعل مياهها غير صالحة للشرب مذكرا أن العام 2018 شهد تسجيل أكثر من 150 ألف حالة تسمم متبطة بمياه شط العرب ما أثر غضبا شعبيا واحتجاجات بسبب عدم توفر القدرة على الحصول على مياه الشرب وأن المياه أصبحت سلعة نادرة في العراق بسبب الصراع وسوء الإدارة البيئية وعدم صيانة قنوات الرين والاعتماد على الجيران في موارد المياه وتسارع التغير المناخي وإلى صحيفة المدى التي نشرت مقالا بعنوان قناديل حية ودرج للكاتبة لطفية دوليمي جاء فيها الحياة في العراق قريبة جدا من أن تكون لعبة حية ودرج بمقياس كبير هذه اللعبة ليست ابتكارا عراقيا اختصه العراقيون لأنفسهم فهي لعبة عالمية واسعة نطاق والفرق أن العراقيين رفعوها من مستوى اللعبة الشعبية البسيطة التي لا تتطلب تأهيلا عاليا وجعلوها نمطا مميزا لحياتهم في الفترة الأخيرة على الأقل الحياة لم تكن محكومة بضوابط العمل الجاد والمنظم والمنضبط كما كان في السابق حيث أطيح بالبناء المؤسستي الرصين لميراث الدولة العراقية وجعل التحزب السقيم والموالات الشخصية المقياس السائد والمطلوب تعميمه على نطاق واسع أصبح القانون الحاكم في العراق هو لو عرفت كيف تركب الموجة فيمكنك في وقت قياسي قصير أن تصبح وزيرا أو وكيل وزارة أو مديرا عاما أو مستشارا وستتيح لك هذه المواقع صعود الدرج قصيرا كانا طويلا فربما يبدأ أحدهم بدرج قصير ثم يتفنن في اغتيار الوسائل التي تتوح له إطالة درجه حتى يصبح مماثلا لذلك الذي يمتد من أسفل رقعة الحية والدرج حتى يبلغ موقعا قريبا من الفوز بالجائزة الكبرى قد يتناسى هذا الشخص أن هناك أفعى ضخمة تنتظره لتعيده إلى حيث كان التسلق السريع يقترن في العادة بإمكانية الهبوط السريع لأن من اتضى لك بالتسلق السريع هو ذاته الذي قد يطيح بك لا قوانين حاكمة في الحالين سوى المزاج الشخصي وحسابات الربح والخسارة على مقياس فردي مفرط الأنانية والاقتقاد إلى المروءة لا حساب لشعب أو حضارة أو عراق أو شرف شخصي يسجل للحاكم فظاهرة التزلف والتقرب من الرؤوس الكبيرة الحاكمة على كل المستويات هي ظاهرة مدمرة في أدنى الحسابات فهي تقتل روح الاجتهاد والرغبة في الارتقاء العلمي والمهني وهذه انتقال إلى موقع عربي 21 ونقرأ فيه مقالا بعنوان لا بد من جولة أخرى للكاتب مونير شفيق يقول فيه تسعى أمريكا والاحتلال للضغط على حماس بالإبادة الإنسانية للمدنيين والأمران فكان من المفترض نضوج مجموعة العوامل المؤدية لإنزال الهزيمة بحرب العدوان التي يشنها الكيان الصهيوني على المقاومة والشعب في قطاع غزة فقد بلغت مدها لفرض التوصل إلى هدنة لوقف القتال بما يلبي الشروط الأساسية التي وضعتها قيادة المقاومة للوصول إلى تلك الهدنة علما أن تلك العوامل توفرت في الأقل منذ ثلاثة أشهر أو أكثر ولكن نتنياهو ومجلس حربه بالرغم من خسائرهم العسكرية والسياسية والأخلاقية عالميا أصروا على مواصلة العدوان مع ما أبدته إدارة بايدن من ضعف وتواطئ مع هذا الإصرار وهي التي واجدت نفسها أمام خسائرها على أكثر من مستوى ساعية للإسراع بالتوصل إلى هدنة توقف إطلاق النار وقد وصلت منذ شهر إلى إصدار مشروع للتوصل إلى هدنة جاء محصلة للمفاوضات الأمريكية المصرية القطرية وما قام به كل طرف من سعي ثنائي ولكن نتنياهو تجاوزها لمواصلة العدوان بالرغم من الموقف الإيجابي الذي أعلنته قيادة حماس إزاء تلك الهدنة يمثل التراجع من خلال محاولة حصر الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان فقط ومن ثم بقاء الاحتلال في عدد من النقاط الأمر الذي يشكل إخلالا بالشرط الذي لا تساوي محاوله حماس وهو الانسحاب الكامل وبالفعل أعيدت مساعي أمريكا بعد رفض نتنياهو لما وافقت عليه من بنود في تلك الهدنة التي وافقت عليها حماس فقد تراجعت أمريكا لتلبية مطالب جديدة طالب بها نتنياهو وبهذا تكون أمريكا وبهذا تكون أمريكا عادت للتآمر لإخراج اتفاق هدنة غير مقبولة أصلا من حماس وكانت قد تراجعت عنه في مشروع اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه حماس وإلى صحيفة العربي الجديدة التي نشرت مقالا بعنوان أمريكا ضد أمريكا للكاتب صلاح الدين الجورشي جاء فيه تجد أمريكا نفسها في حالة تصادم جوهري مع المنظومة الدولية التي ساهمت هي في بنائها وترسيخها بشكل قوي فدورها معروف منذ إعلان روزفلت بقوله أن قدرنا هو أمركة العالم بمعنى السيطرة عليه والتحكم فيه وإخضاع شعوبه وحكومته للنمط الأمريكي في التفكير والحياة وهو النمط الذي أصبح يعرف بالعولمة وبذلك جرى إضفاء الشرعية على مختلف أشكال تدخل أمريكا في مختلف شؤون الآخرين بحجة كونها المدافعة عن العالم الحر والديمقراطية إذا تجد أمريكا اليوم نفسها في تناقض صريح وفج مع هذا المسار المزدوج تحرري من جهة وإمبريالي من جهة أخرى يعود التناقض الذي تعيشه أمريكا إلى تحالفها غير المشروط مع الكيام الصهيوني فتقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم يصدر سنويا عن وزارة الخارجية ولا يترك في الغالب شاردة ولا واردة عن الانتهاكات التي تقع هنا أو هناك إلا ويتضمنها لكنه عندما يتعلق الأمر بإبادة جماعية مستمرة تقع في غزة ويرتكبها الجيش الإسرائيلي بدون خشية من أحد يقف الرئيس بايدن أمام الجميع ليقول إنه لا يوجد ما يدل على أن ما يحصل إبادة رغم أن العالم من شرقه إلى غربه يتابع المأساة لحظة بلحظة فيما يناقش الكونغرس مشروع قانون يعطي الولايات المتحدة الحق في معاقبة عضاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن هناك قلقا أمريكيا من مجمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي ترفض التخلي عن دورها في دعم الفلسطينيين فأمريكا تعتبر أن المؤسسات الدولية المكلفة بحماية الحقوق على علاتها تبقى سلاحا جيدا عندما تستعمل ضد خصومها لكن الإدانة إذا وجهت نحو إسرائيل تنقلب الحالة وتكشف أمريكا عن وجهها الحقيقي وتستعد للإجازة على الآليات الدولية لحقوق الإنسان مهما على شأنها الآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير المعدة والمخصصة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حول انطلاق الطائرة التي تحمل المركبة شبه المدارية وبداخلها ثاني رائد فضاء تركي من منشعة سبيس بورت في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية وقال رائد الفضاء التركي توفاء جانغير أتسوار إن معاناة الشعب الفلسطيني لا تنسجم مع كوكبنا الجميل حملت الكوفية للتعبير عن ذلك وجاءت هذه التصريحات عقب استكمال رحلته شبه المدارية وهبوطه على الأرض حيث وصلت المركبة إلى ارتفاع أو إلى ارتفاع نحو 45 ألف قدم بواسطة الطائرة الحاملة قبل أن تشغل محركها الصاروخي الهجين للوصول إلى ارتفاع قرابة 90 كيلو مترا وبعد استكمال المهمة المقربة هبط الرائد التركي توفاجهان غير تسوار بنجاح مع باقي أعضاء فريق رحلات جالاكتيك 7 المكونة من 6 أفراد الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدين وصلنا إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم دائما أبداً ظلوا في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر